بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين و صلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و تم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا و مرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية أسعد و أتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأستاذ محمد من أحمد الناصر بإذن الله تعالى سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم حفظ اللسان الجزء السادس و حديثنا موجه إن شاء الله للصف الأول التأهيلي و لنبدأ على بركة الله تعليمات هامة في البداية اختيار المكان المناسب للتعلم أجهز كتابي و أدواتي المدرسية أتابع الدرسة بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال من المهم جدا نختار المكان المناسب للتعلم بعيد عن أي شيء يشتتنا عن التركيز أثناء هذا الدرس من المهم جدا أن يكون القلم موجود لديه و الكتاب لأن بإذن الله سنقوم بحل الأنشطة و من المهم يا أبطال الاستمرار في المتابعة حتى وصول هذا الدرس إلى نهايته اتفقنا على ذلك و لنبدأ على بركة الله تأكدنا الكتاب الذي لديك هو كتاب الطالب و الأنشطة لمعاهد و برامج التربية الفكرية الصف الأول التأهيل الدرس الخامس لدينا حفظ اللسان بالإمكان إذا لم يكن لدي الكتاب عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البركود و سيتوجه بمباشرة إلى رابط الدرس الرقمي الهدف الذي لدينا إن شاء الله تعالى الهدف العام أن يتعرف الطالب و الطالبة على حفظ اللسان الأهداف التدريسية أن يستمع الطالب و الطالبة إلى الحديث بشكل صحيح أن يفهم الطالب و الطالبة فضل التحدث بما يرضي الله بشكل صحيح أن يفهم الطالب و الطالبة خطورة التحدث بما لا يرضي الله بشكل صحيح إذن يا أبطال من المهم أن نستمع لهذا الحديث بشكل جيد لأن هذا الحديث هو كلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام و الذي نقله لنا هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم من كانوا حوله و كانوا بقربه إذن هذا الكلام هو كلام خير البشر و خير الأنبياء فيجب علي أن أنتبه لكل كلمة في هذا الحديث وأقوم بتطبيقها لأن من دلني عليها هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء والرسل وهديه هو خير هدي فيجب علينا أن نستمع لهذا الحديث بتركيز و إتقان و من خلال معرفتنا لمعانيه فإننا نقوم بتطبيقه في حياتنا يا أبطال بشكل يوم في كل يوم أنفذ هذه الوصايا التي تكون من نبينا محمد عليه الصلاة و السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات و إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم إذن يا أبطال تدربنا على هذا الحديث و ذكرنا أن العبد أحيانا يتكلم بكلمات لا ترضي الله سبحانه و تعالى بعض الكلمات التي لا ترضي الله سبحانه و تعالى هي المقصود بصخط الله الكلمات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى من خلال معرفتنا لهذا المعنى أريد منك أيها الطالب و أيها البطل أيها الرائع إيصالي و أن تدلني على الإجابة على هذا السؤال و لنتأكد من حلنا في الصفحة رقم 31 كنا أشرنا إلي و لكن لنتأكد مرة أخرى من حلنا لهذا السؤال من أمثلة استعمال اللسان فيما يرضي الله قراءة القرآن هل هو استعمال اللسان فيما يرضي الله أحسنتم الإجابة صحيحة و أتأكد و أقوم بالحل لدي في الكتاب استعمال اللسان في السب والشتم من أمثلة استعمال اللسان فيما يرضي الله بالتأكيد هذه إجابة خاطئة كلمة درجات في الحديث تعني درجات في النار لا ذكرنا أننا نقصد فيها درجات في الجنة و تكون عبارة خاطئة بإذن الله تعالى في هذا الدرس نستكمل كذلك بقية الأنشطة التي لدينا فمن المهم جدا أن يكون الكتاب لديك و القلم و ستشاهد حتى رقم الصفحة في أسفل الشريحة التي تراها أمامك نفتح الكتاب و نقوم بحل هذه الأنشطة يا بطل و كذلك أنت يا رأى نلاحظ النشاط رقم أربعة لدينا صل العبارة في العمود رقم واحد مع ما يناسبها في العمود رقم اثنين درجات و كاننا أشرنا إليها قبل قليل هل معناها لا يبالي و لا يهتم أو فيما يرضي الله أو فيما يغضب الله أو منازل في الجنة ذكرنا أن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله يعني يحبها الله سبحانه و تعالى يرفعه الله بها درجات هذه الدرجات أين تكون في الجنة هذه الدرجات تكون في الجنة إذن من خلال استماعنا للحديث العبارة في العمود رقم واحد درجات هل هي لا يبالي و لا يهتم أو فيما يرضي الله أو فيما يغضب الله أو منازل في الجنة أحسنتم هي تكون منازل في الجنة العبارة التالية لدينا من سخط الله من سخط الله لا يبالي و لا يهتم فيما يرضي الله فيما يغضب الله أو منازل في الجنة قمنا بحلها إذن من سخط الله تدربنا في الحديث على من سخط الله أن الشخص يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً تهوي به في نار جهنم إذن ما معنى سخط الله سبحانه وتعالى إذا كان قال كلمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى وهي التي نقصدها بي من سخط الله قال هذه الكلمة التي هو يظن أنها بسيطة ولم يلقي لها بالاً ولكنها من سخط الله يعني فيما لا يرضي الله تهوي به في نار جهنم إذن ما هو المعنى من خلال سماعنا لهذا الحديث و لهذا الشرح ما الذي تفهمه عندما تستمع إلى كلمة من سخط الله هل هي فيما يرضي الله أو فيما يغضب الله نقلل الخيارات فيما يرضي الله أو فيما يغضب الله سبحانه وتعالى أحسنتم من سخط الله هي فيما يغضب الله سبحانه وتعالى العبارة الثالثة لدينا من رضوان الله من رضوان الله هل نقصد فيها لا يبالي ولا يهتم أو فيما يرضي الله في الحديث لا نتذكر يا أبطال أن العبد ذكرنا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لا بالا يرفعه الله بها درجات عندما يقول هذه الكلمة يرفعه الله بها درجات لا تذكرنا معنى درجات في أول كلمة في الجنة إذن ما معنى يرضي الله هل تكون يحب الله سبحانه وتعالى أو لا يبالي ولا يهتم عندما نسمع كلمة يرضي الله إذن من رضوان الله تكون إجابتها لا يبالي ولا يهتم أو فيما يرضي الله أحسنتم فيما يرضي الله لا يلقي لها بالا في الأخير تبقى لنا عبارة واحدة وهي لا يبالي ولا يهتم لا يبالي ولا يهتم إذن هو لا يهتم يعني الكلمة يقولها بكل بساطة ولا يتوقع نتائجها يعني عندما يذكر الله في ثانية يقول أستغفر الله لا يلقي لها بالا أنه كلمة بسيطة و أخذت منه وقت بسيط لكن الله يرفع بها درجات عظيمة إن هذه الكلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فيرفع الله بها درجات في الجنة النشاط الخامس لدينا ضع علامة صح في المربع تحت العبارة التي تدل على استخدام اللسان فيما يرضي الله السبو الشتم هل هي فيما يرضي الله بالتأكيد لا قراءة الأذكار هل هي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى عندما أقرأ الأذكار مثلا بعد الصلاة أو أذكار الصباح و المساء أقرأ سورة مثلا من أذكار المساء و الصباح أذكر سورة الإخلاص و المعوذتين و أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق هذه القراءة للأذكار هل هي من استخدام اللسان فيما يرضي الله؟ أحسنتم هي استخدام للسان فيما يرضي الله هنا الكذب هل هو استخدام للسان فيما يرضي الله؟ بالتأكيد لا قراءة القرآن هل هي استخدام للسان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أحسنتم و كذلك لدينا الدعاء هل هو استخدام للسان فيما يرضي الله؟ إجابة صحيحة في الأخير الأذان كذلك أحسنتم هو فيما يرضي الله تأكدوا من حله في صفحة الدرس رقم 33 إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذا الدرس شكرا لكم على طيب الاستماع و المشاهدة سعد بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى طفتم و طابت أوقاتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته